خليني بكرة عندنا ماتش الزمالك والبنك الأهلي كابتا إبراهيم وعودة مرة أخرى الناتزة مالك للمباراة المهمة القوية وهيكون محمود علاء بقى هيرجع مرة أخرى الغيابات اللي موجودة أوباما وشكبالا مباراة الغد بالنسبة لناتزة مالك مع عودة اللاعبين دي ممكن تشوفها إزاي والله بس يا فاروق انت بتتكلم برضو نتزة مالك في الفترة الأخيرة آه ممكن ان هو عمل مباراة الأخيرة مباراة كويسة جدا لان هو حس بالظروف اللي هو اتعرض لها في الفترة الأخيرة وفي نفس الوضع عايز يعني يفارق ما بينه وبين الناتزة الأهلي وعنده طموح ان هو ياخد بطولة الدورة ده حاجة كويسة يعني ان ما زالت فيه الروح أنا شايف اللعيبة في الفترة الأخيرة خصوصها محمود علاء وأوباما وفيه أكتر من كذا لعب مأثرين بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة عندهم فرصة ان هم يصلحوا جميل نتزة هل القعدة ماتشك بالنسبة للمحمود علاء والإقاف اللي حصل ده أنا بقول وجهة نظر دائما يا كتبريم ان انت ما بتقعد ماتش أو ماتشين كده وانت كنت في حالة مش لطيفة بتاعي بتلاجع نفسك خلاني تكلم ان محمود علاء في الحالة اللي مش لطيفة دي بقى لها فترة كبيرة جدا تمام لان هو فكر وتركيزه بقى ان هو هداف وانا هدافت فهم قصدي دخل للأسف في حتة انت مش مطالب منك ان انت بقى هداف انت مدافع والأخطاء اللي هو بيأخطاءها ما تعلمش منها حتى في المباراة الأخيرة بتاعت الاهلي عمل نفس الكرة فاروق اللي هي اللي جات تقريبا لنصر ماهر نفس الكرة نفس الكرة بتاعت نهاية أفريقيا جات لنصر ماهر بس هو ايه عارف لو هو عايز يحس بالخطة بتاعته ان هو نفس الكرة فقام ايه خد الخطوتين فعشان كده الكرة ايه خبطت فيه فهي الأفضل ان انت تتعلم من الأخطاءك اتعلم تشتغل على نفسك كويس هو جي فترة كان كويس جدا لما كان مركز في الدفاع بس اما اول مركز في جو الشو واننا الهداف والهداف المدافعين في العالم والجو اللي هو دخل فيه ده من ساعته ما بوتوش شايفه المدافع بقى مهاجم سواء معنات الزمالك او حتى تواجده معنات الزمالك ما بقاش مفيد خلينا نتكلم بس تمام عنده فرصة ان هو يقدر يرجع نفسه تاني اول احد هقف معاه اوباما اوباما نفسي بقى يعني ايه لما ينسى شوية موضوع ان هو انا لعبت ماتش الناردة حلو اريح بقى عارف اللقاء ايه شفت انت انا لعبت ماتش حلو الناردة فهم ريح كده فيه نوعيات لعيبة كده 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 اه طبعا فيه نوعيات دي تملي اوباما لازم يبقى الضغط عليه وده برضه لازم شغل جهاز فني ولازم شغل مدير كورة وشغل لعيبة وكابتن فرقة لازم يحسسون ان انت برضه واحترامي برضه الجماهير لما لاعب هو جميل نات الزمالك هي اللي عملت كده على فكرة لان هي خلت اللعيبة بيلعب ماتش حلو معك انا في النقطة دي جدا والله انا عارف ان ممكن الناس كتير جدا من نات الزمالك يزعلوا مني وجميل نات الزمالك تزعل مني بس فعلا جميل نات الزمالك هي اللي عملت كده هي اللي نفقت البلونة قعدت تنفخ 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 لحد ما فرقعت في وشه دي حقيقة فهم يا جميل نات الزمالك الموضوع مش موضوع ماتش واحد موضوع استمرارية انتو عايزين تخلوا اللي عبتكو احسن لعبه وده حق مشروع ده يفرحوا بيهم ده حلو جدا على فكرة بس في نفس الوضع لازم يبقى تحت ضغط ان انت لسه مقدمتش حاجة لنات الزمالك بس هو ده كلامي لمحمود علاء والاوباما ركزوا نات الزمالك ناتي كبير وشرف لايحد ان هو متواجف في نات الزمالك وهيحسوا بقيمة نات الزمالك بجد سواء حتى اللي عبالي في الاهلي اللي بيخرج من الاهلي والزمالك ما بيبقاش ليه وجود خالص